قد تكون قد غابت صدفة عن مستشري البلاط الخارسين دائما على الدستور صلاحية يمنحها النص القانوني لرئيس الجمهورية وحده وهي المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وأبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة فقرر رئيس ميشيل عون للمرة الوحيدة أن ينأ بنفسه والتخلي عن صلاحياته هربا من إصدار موقف واضح حول انتهاك حزب الله قرار الدولة الاستراتيجي مرسلا ثلاثة مسيرات فوق حقر كاريش فأتى التعليق الرسمي على لسان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب أقل من إدانة صريحة تجرؤ على تسمية حزب الله وأكثر من عدم قبول على لبنان الرسمي أن يقرر هو مقاوم أم دولة رسمية محترمة وتتابع الأنظمة العالمية والمؤسسات الدولية أنا أعتقد مثل هذا الحد الأدنى وأضعف الإيمان الذي يمكن للحكومة اللبنانية أن تقوم به لأنه شوف في المعيار الآخر يعني لو ما حكومة لبنان أصدر تيك بيين ولو ما وزير خارجي ورئيس الحكومي تنصل ونقى بنفسه عن المسيرات كانت إسرائيل شو قالت ليك هيت لما بقى نفاوضكم خلينا نفاوض حزب الله حزب الله المقاومة أنتو مقاومة ولا دولة بارح الدولة قررت على الأقل أنو احترمونا معنويا نحن دولة تذكر بال2006 الموقف السعودي لما أعلنت المملكة العربية السعودية رسميا أنو لبنان بيغنيون عن المغامرات وقامت الدنيا على السعودية أنو أنتو عم بتهجموا لبنان وا 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 هلأ الموقف اللبناني مبارع تقريبا يشبه الموقف السعودي بال2006 المسؤولون الأجبن من أن يغضبوا الداخل والخارج معا أخرجوا البيانة الدبلوماسية بامتياز متقين شر حزب الله عبر تجديد المطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة لبنان وشر الجانبين الإسرائيلي والأمريكي بوقف المفاوضات عبر التنبيه من أن ما حصل يعرض البلد لمخاطر هو في غنا عنها المخاطر هي المخاطر الأمنية أنه مثلا مبارح لو كانت أحد هذه المسيرات بتحمل مواد متفجرة وكانت مسلحة كانت إسرائيل تعاطت معها بطريقة مختلفة مثلا لو قررت إسرائيل أنه تضرب مكان اللي تم إطلاق المسيرات منه كانت فتنة بلعبة الردود والردود المعاكسة لأله ما بتعفي وين كان صارت الأمور في جعبة لبنان الرسمي مخزون من العبارات الديبلومازية التي يسمعها المسؤولون عن الغائب ما تدعت الحاجة إليها كعبارة المنطقة المتنازع عليها التي أوردها بوحبيب في بيان الاستنكار من أجل حفظ ماء الوجه والقول أن لبنان لم يتنازل بالكثير لإسرائيل علما أن الحكومة لا تعرف من أين انطلقت المسيرات ولا إلى أين وصلت وإن كانت بالفعل طارت فوق المنطقة المتنازع عليها اشتركوا في القناة